موسيقى السلام عليكم جميعا أنا زميلكم متيم أبو ديري من منصب قمة الطبية وإن شاء الله اليوم رح أشرح لكم أول محاضرة من محاضرات البيو كيمستري هنحكي فيها عن الريد بلود سيلز ميتابوليزم هنفهم فيها بعض الأمراض فلذلك ركزوا بهذه المحاضرة وزي ما قلت لكم بالنسبة للهيم هو عبارة عن سيستم متكامل مع بعض البعض يعني أنت بتدرس مثلا فيسيولوجي تلاقي حالك بتغطي محاضرة فيسيولوجي بتدرس مثلا بايو كيمستري تلاقي حالك غطت محاضرة باثولوجي أو فيسيولوجي وهكذا فهي معلومات رح ترجع تتكرر مرة ثانية الآن البيو كيميكال كومبوزيشن of red blood cells يعني شو المحتوى البيو كيميكال الموجود جوة red blood cells بيحتوى على 35% تمام على الهيمو جلوبين وهو عبارة عن المين بروتين الموجود جوة red blood cells برضه بتحتوى على بروتينات ثانية تحتوى على lipids تحتوى على oligosaccharides forming the stroma of the cell membrane يعني كرية الدم الحامرة خلينا نحكي هي عبارة عن هيمو جلوبين من جوة ومن بره عبارة عن فوسفوليب فهي عبارة عن بوكس من الهيموغلوبين هيك دايما احنا بنقول فيها فيها إلكترولايتس معينة مثل البوتاسيوم الماغنيسيوم والزينك وكلاتها مهمة تمام طبعا بتتركز جوه كرية الدم الحمرة مهمة بالبيوكيميكال ري اكشن اللي بتتم جوه ريد بلود سيلز وهنشوف كمان شوي 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 The primary physiological objective of the red blood cells is gas exchange يعني دايما لما يجي حاولي فسره شو الفيسيولوجي تاعها بقولك هي صندوق يحمل الأكسجن فقط لا غير تمام هاي هي الوظيفة الأساسية اللي هي موجودة فيها The major metabolic function of red blood cells شو تعطينا هي is to produce أهم شي يعني لما يصير metabolism جوه ريد بلود سيلز يعني لما يصير في عنا إشي biochemical reaction جوه ريد بلود سيلز شو الهدف منه يعمل production للATB تمام هنعرف كيف الATB production الخاص فيها هتعمل production لمادة مهمة جدا جدا اسمها الناد بي أتش هنحكي عنها بنهاية المحاضرة وبتعمل production لما تجي اسمها ناد أتش وهاي المواد مهمة بالأوزموتك بلانس تمام مهمة بالإلكترونيوتراليتي and fighting oxidative stress أهم إشي أن هاي المواد كATB حتى تعطينا الإنيرجي الخاصة فيها وكناد أتش وناد بي أتش حتى إنها تقدر تساعدنا في fighting against oxidative stress اللي هي active oxygen species وأنفهمكم شو المقدة ربنا خلق red blood cells باي كونكيف ليش؟ ليش؟ لأنه يجماعة إحنا قلنا لازم تعمل squeeze the itself inside the blood capillaries يعني تنزل في البلد capillaries لكن يجماعة إذا هي كانت مثلاً spherical مثل الناس اللي بصير عندهم hereditary spherocytosis هاي بصير تعلق مثل sickle cell anemia بصير تلزق في البلد capillaries وبالتالي تعمل إشي عندنا مثلاً vaso-occlusive crisis زي ما تعلمنا بالبثوج تمام؟ الآن what the type of energy أهم إشي production اللي بصير عندنا جوة red blood cells anaerobic لازم تعرفوا ليش anaerobic جماعة لأنه ما فيش عندنا mitochondria inside the red blood cells أوكي؟ وبالتالي ما بكون في عندنا electron transport chain ما بكون عندنا creep cycle ما بكون عندنا ketolysis ما بكون عندنا أي إشي من هاي الباثويات لأن هاي الباثويات تحتاج عن إيش oxygen تمام يا جماعة احنا ما فيش عندنا mitochondria بالأصل أوكي الفاكتورز الموجودات عندنا الزينك الزينك مهم جداً كخلينا نقول co-factor للإنزيمات اللي بتشتغل جوة red blood cells مثل mean مثل carbonic anhydrase هذا إلو وظيفة بالacid based balance والcopper and zinc superoxide dismutase وفي عندنا lactate dehydrogenase هاي الإنزيمات بتدخل بالإنرجي production إذا خلينا نحكي في الأسد base balance وفي الإنرجي production بنحتاج إحنا الزينك أزا كوفاك الماغنيسيا مهم معنا في الفوسفور glycerate kinase and pyrophate kinase اللي هي مهمة بالATB production تمام يجمعوا الإنرجي production البوتاسيوم مهم عندنا في الحفاظ على شكل الخليل تمام وبالتالي دائما عندنا بكون concentration intracellular للبوتاسيوم عالي و outside الصوديوم شو بكون هو عالي والهدف من هاي التكسيم زيها زي أي خلية ثانية to maintain the shape of the cells حتى نخليها بايكم كيف لأن إذا صارت سفيروسايت ما تقدر تمر بال blood capillary زي ما اتفكر أوكي جماعة now erythrocytes exceptions the red blood cells is both structurally and metabolically the simplest cell in the body يعني هي أبسط وحد ليش أوش ما فيش فيها ميتوكونبريا ما فيش فيها نيوكليوس وامورها تمام during its maturation لما يصير لها maturation في البون مار وشو بصير تبليش تخسر الأورغانز تاعتها أو الأورغانيز تاعتها تمام هميش يقولنا ما فيش فيها ميتوكونبريا فما فيش فيها ATP production عن طريق oxidative phosphorylation لأنه ما فيش فيها ميتوكونبريا حتى التنفيذ العملية no ability to replace damage lipid and protein لأنه metabolic activity تاعتها قليلة تمام جماعة فما بتقدر تعمل replacement إذا صار في injury للي نفسها و no synthesis of DNA and RNA because lacking nuclei ما فيش عندها نيوكلي تالي هي تعتبر أبسط خلية موجودة في الجسم بنفس الوقت هي أبسط وحدة ولكن أكثر وحدة معرضة يصير عليها oxidative stress ليش جماعة لأنه ممكن يصير عنا اش يسمو heimoglobin auto oxidation يعني بكل بساطة الأكسجين يصير free radical هاي وعليه دوت شايفين هاي free radical بكل بساطة أي free radical بالدنيا شو بسموه بسموه reactive oxygen species الروس هاي أو reactive oxygen species بكل بساطة تجينا على مين على السلم برين تمام يا جماعة السلم برين شو فيه في fatty acids تعمل فيه عملية يسمها lipid peroxidation بتبلش تهاجم هاي الـ fatty acids وتغير بالـ structures تاعتها لما تغير الـ structure تاعة الـ fatty acids بكل بساطة بتخلي الممبرين تاعة red blood fragile هش فبصير قادري هاي الـ red blood إنها تتكسر تمام يا جماعة هذا أهم إشي وعليه لما نهي تتكسر بصير تتكسر كوراية الدم الحمراء فصار تتعرض لـ reactive oxygen species أو free radical هذا النظام وين مهم عندي مهم عندي من الناس اللي عندهم G6PD هنشوف كمان شوي تطبيق عليه في مرض اسمه G6PD G6PD هذول لما يتعرض لـ oxidative stress بكل بساطة بلش تتكسر red blood فبصير عندهم hemolytic anemia أوكي جماعة هاي نقاط المهمة إذا أنا بدي يأك تعرف الـ reactive oxygen species كيف بأثرا على الجسم بعمل lipid الميتابوليزم of human red blood the main red cell energy source is glucose يعني هي شو تستخدم تستخدم الجلوكوز ليش يعني ما عندها ميتوكوندريا مثلا fatty acid oxidation إذا نستخدم الفات بدنا ميتوكوندريا بدك تكسر بروتين بدك ميتوكوندريا بدك تعمل ketone lysis بدك ميتوكوندريا فشو ظل عندك المصدر الغذائي الوحيد للـ red plusis رح يكون anaerobic تمام هذا الان anaerobic رح يعطيني 2 مول من ATB and 2 lactate مولوكيوز طبعا لما ترجعوا بالـ glycolysis pathway رح تلاقوا انه بنتج 4 ATB ولكن يتم استخدام ثنتين منهن في الخطوة الأخيرة من glycolysis فشو بظل عندنا يجماعة بظل عندنا صفقة 2 ATB و 2 lactate مولوكيوز تمام يا جماعة هاي مهمة زي ما اتفقنا ما فيش mitochondria فما بتقدر تعمل oxidization أو fatty acid oxidation لمين للفات تمام طيب the glycolytic pathway is modified by اشي اسمه الشنت شو الشنت الموجودة عندنا لازم نكون عارفينها اللي هي الـ di-phosphoglycerate mutase هذي الـ di-phosphoglycerate mutase بكل بساطة هاي الشنت شو بيسسوي بتعطيني 2-3 bisphosphoglycerate يعني بدل ما يمشي هيك بروح بشفة شوي لليسار على اساس ينتج إلي مادة اسمها 2-3 bisphosphoglycerate which is important في الـ affinity تاعة الـ release تاعة الأكسجن تعرفوا أنت 2-3 bisphosphoglycerate يا جماعة بأثن عندي على الأكسجن release للخلايا هاي المادة أصلا منين تطلع لي بتطلع لي من الـ glycolysis pathway كنظام جانبي كل ما كانت موجودة كل ما خلت الخلية تعمل release للأكسجن أسهل للخلايا أي قللت الـ affinity تاعة الهيموغلوبي للأكسجن تمام نيجي كمان على باثوي شامت ثاني اسمه bentos phosphate pathway bentos phosphate pathway مهم جدا في الـ redox status شو يعني المقاومة ضد الـ reactive oxygen species why because it's important in production of NADPH تمام يا جماعة مادة NADPH هاي مهمة جدا جدا في إنها تقاوم عنا الـ reactive oxygen species وتقاوم وتقلل من الأكسجن تمام اوكي now الغلوكوز كيف بدخل للخلايا بهاي الحالة الـ هي معلومة جانبية شو بدخل بدخل عن طريق glute 1 هذا glute 1 insulin independent ما بيحتاج الإنسولين لما يدخل مباشرة بدخل بالغلايكوليك pathway وبيبلش في الجلايكوليك عن طريق إنزيمات اثنين اللي هو phosphoglycerate kinase والpyropate kinase so each one make 2 ATB ها طلعوا كيف كل واحد بعطيني ايش 2 ATB يعني محصلت وقداش صفت 4 ATB لكن اثنين منهن رح نستخدمهن بالهيكسو kinase ونستخدمهن بالphospho fructo kinase 1 تمام at the end شو صفت عنا قداش التوتال ATB ثنتين فأنا بهمني تعرفوا أنه produced glycolysis 4 ATB لكن بصفن عنا الثنتين وينتج موات جانبية مثل الاكتات الاكتك أسد والpyropate والزنك مهم فيهن ليش لأنه الاكتات هي هيدروجينيزي جماعة هو اللي رح يحول عندي الاكتك أسد ويلعب لي فيها ويحول عنا الأمور الاكتات بكل بساطة لغلوكوز تمام يجمع هاي الكوري سايكل إنه إعادة تصنيع لغلوكوز من إيش من اللاكت إذا نفهمنا شو هي البات وي اللي إحنا رح نمشي فيه هاي مهم أن نكون عارفين تمام مادة البايروفيت اللي أنتجت شو بتسوى ما فيش ميتو كوندريا بالوضع الطبيعي بالقلايكوليس البايروفيت بقدر يدخل لجو الخلي وبدخل إيش باسمه بالكرب سايكل أوكي عن طريق الأستايكو إنزيم عفوا بالضبط هانا هي رح تدخل هيك الأمور عن طريق البايروفيت ولكن يا جماعة أوكي هانا ما فيم عنا زي هيك مش موجود عنا ميتو كوندريا فشو الحل البايروفيت ما بصبط خليها تظل واقفة لازم البايروفيت تتحول إلى لاكتيت عن طريق إيش الإنزيم المهم اللي عنا اسمه لاكتيت ديهايدروجينيز بحول البايروفيت انتو لاكتيت يستخدم بهاي الحالي ناد أتش شو بجي يستخدم ناد أتش ومنين تيجين الناد أتش تيجين عن مني جليسرال ديهايد تري فوسفيت ديهايدروجينيز تمام يا جماعة بايروفيت فالآن جزء من الناد أتش شو بكل بساطة بروح يعني ليش مثلا على سبيل المثال احنا جسمنا بيعطي ناد أتش والبايروفيت لازم يكون نسبته واحد إلى واحد ليش البايروفيت تعلم الناد أتش لأنه جزء من الناد أتش تمام بروح بربط مع الميت هيموغلوبين ريداكتيز اللي هو بحول عنا الهيموغلوبين من مت هيموغلوبين إلى هيموغلوبين طبيعي مثل هيموغلوبين هنا ممكن فيه عنا مصايب ويكون الفرس صار بصورة فرق يعني فإي ثري بدل فإي تو تمام جماعة فلذلك من بدخل بحل هاي المشكلة الناد أتش وبالتالي يكون نسبة البايروفيت أعلى من الناد أتش هنا هيك الوضع الطبيعي فإذا فإنفهمنا أربعة ATB الأربعة ATB نستخدم منهم ثنتين وصف عنا ثنتين نهاية البايروفيت على جليكولوس دائما بيجسمنا شو بعطينا بايروفيت لكن البايروفيت بقدر يدخل للميتوكوندريا بالوضع الطبيعي لكن هنا ما بقدر فالحل شو إنك بكل بساطة بتجيب البايروفيت وتحول لمن بتحول للاكتيت ومادة اللاكتيت بتطلعها من الريد بلوتسل بتروح للليفر بترجع تستخدم في حملية الكلوكونيوجينيسس فور إيش الكلوكوز بروداكشن هذا هو كل الباثوي اللي احنا نكون عارفين ونكون فاهمين تمام شو الريكوائرمنت ستاعة الريد بلوتسل إنيرجين حتى تطلع عنا أول شي ريبلينشينج إتز أدينوسين نيوكليو يعني مثلا هي لما بدها ترجع عنا اللي هي الأدينوسين اللي هيدخل يعني ما هي الانيرجي كيف تتخزن على صورة ATP أبدك أدينوسين تمام هذا الأدينوسين نيوكليو منين بنجيبها عن طريق السالفج باثوي مش عن طريق بروداكشن جديد باثويات كثيرة للأدينوسين كيف ينتج هل هو باثوي جديد ولا هل سالفج سالفج معناها أنك أنت تستخدم القديم في إنتاج الجديد فأي هي كيف تقدر تعطينا خصوصا عن طريق النادبي أج قلنا لكم البوتاسيوم فيها لجوة كثير عالي الصوديوم فيها لجوة قليل الصوديوم عالي برا وهذا الهدف منه نخلينا الريد بلاتس in biconcave shape maintain its plasticity of the membrane and the biconcave shape if energy is reduced الريد بلاتس will be locked with calcium and sodium والبوتاسيوم is depleted وخليها تتحول بشكل اتفقنا احنا قلنا البوتاسيوم اللي بحافظ على شكلها preventing the accumulation of methi hemoglobin هذا عن طريق الناد أج methi hemoglobin إنه الحديد صار بصورة فرك بدل فرص صار فرك وعليه بصير عنا مصائب بهاي الحالة وبالتالي شو الحل الحل عن طريق الناد أج modulating oxy hemoglobin بتقدر تعديل عنا على ال oxy hemoglobin أوكي جماعة وهذا مهم جدا عن طريق 2-3 bisphosphoglycerate على أساس صار في عنا release للأكسجن للخلايا أكثر keeping the self-hedral group of red blood cells enzyme hemoglobin and membrane in the active reduced form تفاقنا يا جماعة هذول لازم يكون عن طريق الناد PH بالreduced form هنشوفهم كمان شوي لأنه إذا صار بالoxidized form بيقدر أن يعمل precipitation فوق بعض يتجمع عن فوق بعض وعليه جماعة بكل بساطة red blood cells بصير تتكسم أوكي فهذه النقاط الأساسية لازم نكون عارفينها هذا كيف الباثوية تاعة الميتابوليزم اللي بصير عنا red blood cells بشكل عام أوكي ال red blood cells اللي مفيش فيها عندنا ميتوكوندريا مفيش عندنا فيها الانزيم البيروفيت بيهايدروجينيز هذا اللي بيخليلي البيروفيت وكل بساطة يدخل جوه الميتوكوندريا وتبلش عندنا الكريب السايكل هذا مش موجود شو بكون عندنا البايروفيت بصير يتحول يتحول للاكتك أسد تمام هاي نقطة مهمة قلنا لكم إياها وسهل واللاكتك أسد عن طريق الكريسايكل بيساعدنا في البرودكشن تاعيش الجلوكوز يعني الجلوكوز بمشي من الجلوكوز تكسرها لثنتين أصلا أوردي شو بيعطيني 2 لاكتك تمام يا جماعة الريد بلود 10 ل 20% of the glycolytic intermediate 1.3 di-phosphoglycerate is converted to 2 bisphosphoglycerate أو 2-3 bisphosphoglycerate أو di-phosphoglycerate بكل بساطة هذا يهم في ال-affinity تاعت الهيموغلوبين أوكي يا جماعة بكل بساطة بكل مكان موجود كل ما خلى أيش الريد بلود تعمل ريليز للأكسجن أكثر The pentose phosphate pathway هاي هيك ككومنت على الميتابوليزم البنتose phosphate pathway are responsible for production of NAD-BH which is important in protecting against the oxidative stress وبالتالي تحميلها من الهيموليتك أنيميا بتخليلي الهيموغلوبين بتخليلي الممبرين بتخليلي كل الcomponents اللي inside the red blood cells are in the reduced form مش oxidized form إذا كانت بالoxidized form بتصير تقدر تعمل precipitation تتجمع فوق بعضها البعض وتصير تتكسر كوريات الدم الحمراء وصير عندها هيموليتك أنيميا أوكي ال-glucose utilization نفس الحكينا لكم عن طريق ال-glute 1 هو insulin independent يعني ال-glucose بدخل لكورية الدم الحمراء بطريقة لا تعتمد على ال-insulin وهي مهمة يا جماعة أوكي لأنها لو كانت insulin independent مصيبة أوكي لازم يكون insulin independent لأنها هي أصلاً معتمدة على ال-glucose فقط لا غير باقي خلايا جسمك ممكن تعتمد على الفات ممكن تعتمد على البروتين ممكن تمشي أمورها أنا موش معتمدة إلا غير على إيش على ال-glucose وبالتالي بالله عليك تخيل مثلاً كانت insulin independent وبالتالي المريض في حالة ال-hypoglycem هي كمية ال-glucose اللي بتروح لـ red blood cells بتصير قليل كثير فهذا مصيبة بهذه الحالة فالمريض بطل في عنده good oxygenation فهذا يصير عنده hypoxemia or hypoxia فهمتوا كيف لذلك لازم تكون insulin independent لا تعتمد على ال-insulin تمام يا جماعة In a 70 kg person there's about 5 liter of blood and little over 2 kg of red blood cells هذا ك يعني بصراح هذا إيش احنا قلنا لكم إياه بال-physiology these cells مثلاً constitute consumes تقريباً 20 g من ال-glucose per a day يعني كمية ال-glucose اللي بتستخدمها red blood cells are highest specific rate of glucose utilization of any cell in the body كمية ال-glucose توقضك ليش أنه هو المصدر الوحيد لل-ATP فيها أوكي جماعة ذلك هي كمية ال-glucose اللي توقضها لازم تكون عالية جداً in red blood cells 90% من glucose is metabolized via glycolysis يعطينا عندنا lactate والlactate تذكر وقلنا بروح بالcore recycle على اساس يعمل ال-production لglucose من جديد despite its high rate of glucose consumption the red blood cells has one of the lowest trace of ATB يعني red blood cells دائما شو بنشبهها زي المalignant cells زي الخلايا السرطانية ليش الخلايا السرطانية تستهلك كمية كبيرة من ال-glucose ولكن كمية ال-ATB اللي بتطلع لك هي شو بتكون قليلة ليش تستخدم ال-an-aerobic mechanism إذن ليش كمية بتستخدم كمية glucose كبيرة وكمية ال-ATB بتطلع قليلة لأنها تستخدم ال-an-aerobic metabolism تمام يا جماعة ال-an-aerobic 2-3 bisphosphoglycerate هذا مهم قلنا هو عبارة عن واحد من الباثويات اللي بيطلع من اللي glycolis على الجن هذا لما يصير له تصنيع شو الهدف الأساسي منه يعني هو عبارة عن negative allosteric effector of oxygen affinity it decreases the oxygen بكل بساطة بيخلي للهيموغلوبين يعمل release للأكسجن أكثر بيخلي affinity affinity معناها قابلية الهيموغلوبين للربط بالأكسجن شو بتصير بهاي الحالة بتصير قليلة جدا تمام يا جماعة يعني كمية الأفينيتي تاعتها أوكي يعني يعني مثلا عادي مثلا جبنا هيموغلوبين لحالة وجبنا ريد بلوت سيز على الطرف الثاني مين اللي لها أكسجن affinity أعلى اللي هو الهيموغلوبين لحاله ليش يعني ما فيش في عنا 2-3-bis phosphoglycerate تفهمتوا كيف لأن 2-3-bis phosphoglycerate يصير الو production inside the cytoplasm أوكي مش على الهيموغلوبين هو يديروا بالكم تمام طبعا هو متى بيزداد تركيز بالخلايا لما تصير في عنا adaptation لل high altitude يعني المريض يكون عنده hypoxemia فهو بحتاج 2-3-bis phosphoglycerate يكون عالي عشان يصير الأكسجن ريليز للبريفريش ويكون عالي أوكي جماعة هيموغلوبين F is less sensitive هاي مهم المعلومة ممكن تجي بالامتحان هيموغلوبين F less sensitive than 2-3-bis phosphoglycerate وهاي ربنا حكمة من رب العالمين أوكي جماعة فهي نقاط مهمة جدا جدا أنا مثلا على سبيل المثال لازم تكونوا عارفين إنه عندنا الهيموغلوبين F ما لازم يكون حساس لل 2-3-bis phosphoglycerate زي زي الهيموغلوبين A ليش حتى ينقدر نوصل الأكسجن من البلاسنتا للطفل يعني الأم لما تكون حامل الهيموغلوبين في دمها شو هو هيموغلوبين A والفيتس لما يكون جوا بطن أمه شو الهيموغلوبين في عنا إمبريون وفي عنا يعني كأفينيتي حركة الأكسجن لازم تكون من هيموغلوبين A تبع الأم للهيموغلوبين F تاع الفيتس وبالتالي مين اللي عليه 2-3-bis phosphoglycerate لازم يكون أعلى أكيد تبع الأم حتى يقدر يعمل release للأكسجن والهيموغلوبين F هل بتتوقع لازم يكون عليه 2-3-bis phosphoglycerate عالية لا لازم ما يكون عليه لازم ما يقدر يحس لهذا release للأكسجن فبرجع الأكسجن على دم الأم فالطفل بدخل هايبوكسيميا والطفل بصير عنده زي صورة من صور الفيتل الأنيم بصير عنده وبيكون الطفل صغير كثير لما ينولد تمام فلذلك لازم نكون فاهمين هذا الإش تمام فهو هيك 2-3-bis phosphoglycerate بخليه للأكسجن يصير له release من كريات الدم الحمراء ويعمل right shift to the oxygen dissociation curve تمام كمان نعلق على شغلة اللي هي الغلوتاثيون الغلوتاثيون هو عبارة عن مادة بتتصنع من الغلوتام السيستين and the glutamic acid و in a two-step process that require ATP تحتاج ATP تمام ومهم جدا هاي انها بتدخل عنا بحمايتنا من reactive oxygen species كتاليز and الغلوتاثيون peroxidase serve to protect the red bloodses from oxidative damage نذكروها دايما الغلوتاثيون peroxidase والكتاليز بحمايتنا من reactive oxygen species the maturation of reticulocytes are associated with rapid decrease in the activity of several enzymes and it occur much more slower or not at all with aging يعني وكل بساطة يعني لما لها تتحول كرة الدم الحمراء من reticulocyte إلى eryctrocytes تصير لها maturation شو اللي بصير فيها يا جماعة بتقل عندها activity تاعت الانزامز يعني activity فعالية الانزامز كثيرة راح تقل بهاي الحالة أوكي الآن نيجي نفهم شغلة شو هو المبدأ تاعة اللي هو اللي gluteothaion وشو المبدأ تاعته تمام الآن بالوضع الطبيعي البلوكوز لما يدخل بتحول لglucose 6 phosphate مادة البلوكوز 6 phosphate طبعا قد تكمل عندنا بالglycolytic pathway وتعطيني 2ATB و2 lactate زي ما قلنا الATB بيستخدمها كATB lactate بتطلعها بتوديلي اياها على الكوري ساكل او بنستخدم اشي اسمه اله اللي هو البنتوس phosphate pathway بكل بساطة هاي المادة اللي موجودة عنا بعدين احنا رح نستخدمها بايش بتحويلها الG6PD لglucose 6 phosphate نفسها وكل بساطة شو بتجيب عنا بتجيب عنا الناد B plus وبتحول لناد BH اذا هي الG6PD غير وظيفتها كglycolysis بتحول عنا الناد B plus الى ناد BH مادة الناد BH بيستخدمها انزيم طبعا هاي العملية اللي تمت بتحويل الناد B plus الناد BH عن طريق glucose 6 phosphate اسمها glucose 6 phosphate dehydrogenase بتحول لليها 6 phosphogluconate هذا الG6PD فهمتوا كيف هذا اول عملية الناد BH رح يستخدمها انزيم اسمه glutathione reductase اللي بيحول للglutathione من الoxidized form GS SG الى 2 GSH الى reduced form من glutathione إذن بتحول glutathione من oxidized form into the reduced form what is the function of the reduced form of glutathione بيستخدموا انزيم اسمه glutathione peroxidase في مقاومة الreactive oxygen species هاي الreactive oxygen species شايفينه H2O2 بدنا نحول للمية عن طريق انزيم اسمه glutathione peroxidase باستخدام reduced form glutathione الذي تم تصنيعه عن طريق glutathione reductase باستخدام الناد BH اللي الناد BH جبناه عن طريق glucose phosphate dehydrogenase الناس اللي بنقص عندهم glucose phosphate dehydrogenase ما فيش عندي ناد BH ما فيش عندي reduced form glutathione ما فيش عندي تحويل لل H2O2 into 2 H2O 2 H2O نعم شو بصير عند المريض بكل بساطة وصير عنده hemolytic anemia زي اللي احنا شفناها اوكي هاي مهمة احنا نكون عارفين هلا قد الميمبرين بتاع ال red blood عليه بروتينات معينة كلاتها وهي والبوتاسيوم الموجود والخلايا الهدف منه هو المحافظة على باي كيف شاك اللي بخليها تقدر تعمل squeezing inside the capillaries تمامي جماعة هاي هي الوظيفة الاساسية تقريبا الميمبرين عليه 50% بروتينا 40% من فات و10% كاربوهايدريت red blood membrane comprises a lipid bilayer واللي هي بتحدد عندنا الميمبرين fluidity وفينا البروتين اللي بحدد عندنا الميمبرين flexibility يعني بكل بساطة تتحكم عندنا في خلينا نقدر اللي هي الجزء الاساسي منها اللي هي تحافظ على الشيب تعريد blood cells وتحافظ على قدرتها على الحركة والمرور من إيش من البلد capillaries تحتوي على بروتينات معينة مهمة اسمها alpha and beta spectrine anchoring protein 4.1 and actin شو وظيفة هاي البروتينات مهم جدا نكون عارفينها لأنه احنا ما بندرس اشي معين إذا ما بنا نستفيد منه صح ولا لا هاي البروتينات يا جماعة وكل بساطة بتحافظ على الشكل تاع red blood cells هاي شايفينها بتحافظ على الشكل تاع red blood cells تحافظ عليه أن يكون biconcave لو واحد من هاي البروتينات في مشكلة دمج نتيجة المutation red blood cells بتصير بدل ما هي biconcave تقليل بسفيروسات وهذا هو البازلاين تاع المرض الاسمه hereditary spherocytosis سبكترين هو الماجر بروتينات أهم واحد فيهم في عنا alpha and beta citramere يعني هني dimer alpha and beta ربطات مع بعض في شكل رباعي تمام هاي هني جماعة هذول هني جماعة من الاسبكترين والأنكرين بربط بالاسبكترين بربط لياه مع الباند 3 هايو الباند 3 بربط لياها مع الباند 3 بروتين أوكي الباند 3 عبار عن anion exchange وكل بساطة بتسمح بالإكس تاع الكلورايد نحن بنطلع الكلورايد لبرا على أساس لما يدخل بايكاربونيت لجو ويصير البرودكشن بايكاربونيت فهذا بصير عن طريق الباند 3 الاكتن بربط مع الاسبكترين يعني بربط الاكتن باين تو سبكترين تو بروتين 4.1 اللي بحافظ عننا على الانتقرال بروتين ويعني بربط مع الانتقرال بروتين يربط لي مع الاسبكترين ها انتو شايفين كل هذا الهدف منه كل هذا البروتين على السطح شو الهدف منها to maintain the integrity and the shape of the red bloods if one of these proteins are damaged this will lead to a disorder called hereditary spherocytosis or hereditary elliptocytosis الليبتوسيت هيك بتصير هيك بتصير كريت الدم الحمراء تمام هذا elliptocytosis تمام هنحكي عنه قدام الآن glycosylated heimoglobin بالوضع الطبيعي زي ما بتعرفو انه الهيمoglobin بكل بساطة اذا تعرض لكمية عالية من البلد جلوكوز رح يصير عليه اشي اسمه non enzymatic glycosylation what is the meaning of non enzymatic glycosylation انه الكلوكوز زي ما يكون مرتفع بصير يلزق على الهيمoglobin بدون الحاجة الى انزيم معين يعني بدون ما انت تحتاج الانزيم معين non enzymatic بصير الكلوكوز يربط على الكليكوبروتين الموجودة عندنا على ال red blood cells بصير يربط معنا مع الهيموغلوبين شو الوظيفة تعته هذا كيف هم نستخدمه كلينيكالي انه نورمالي هو الليفل تاعه 5% اوكي يا جماعة هاي مهم جدا لما المريض بكل بساطة يكون عنده uncontrolled dm عنده سكري ومش متحكم فيه مصبوط بكل بساطة بصير الهيموغلوبين يتجمع على سطح ايش او عفوا الكلوكوز يتجمع على الهيموغلوبين بكل بساطة means that the patient ممكن يكون عنده ايش diabetes mellitus واحد عنده سكري ولساتك ولا بتجد القراءات مثلا انا اخر فترة شفت واحد عنده القراءات 9.8 معناها poorly controlled لما يكون poorly controlled بزيد الرسك انه البروتين انه هذا الشخص يصير عنده المصايب ها المصايب من ايش المصايب من ال high blood glucose level بكل بساطة هذا ممكن تخرب شبكيته ممكن تخرب الكدني ممكن تخرب مثلا على سبيل المثال الرجليه وهكذا هاي هي الاشياء الاساسية الموجودة عندنا تمام يا جماعة اوكي نجي كلينيكا اللي الان نطبق اول مرض G6PD هاي بوضيع باثه هو X-linked recessive disorder بكل بساطة شو اللي بيصير عندهم هذا المرض يكون عندهم non-immune hemolytic anemia والسبب شو هو انه الانسان هذا تعرض الى oxidative stress نتيجة والله مثلا اكل فاذابين اللي مثلا اكل فول او والله على سبيل المثال تعرض لأدوية معينة مثل نيتروفيرنتوين والله مثلا المريض تعرض لانفكشن معينة فصار عنده reactive oxygen species production لما صار عنده reactive oxygen species production وكل بساطة هذا الشخص تمام ما عنده الانزيم G6PD على اساس يعطيني نات بي اتش اللي يساعد عنده اللي هو الغلوتاثيون يحاول الى reduce الغلوتاثيون والغلوتاثيون بيروكسيديز يقدر يعمل fighting against this reactive oxygen species فما هيقدر يسوي هذا الاشي وبالتالي المريض رح يصير عنده هيموليتك أنيميا انجون تمام الى تكسيمة طبعا انه هل هو سيفير اقل من 10% with chronic هيموليتك أنيميا هل هو سيفير مثلا على سبيل المثال deficiency with intermittent هيموليسيز نتيجي بتروح هل هو mild هل هو non-deficient variant no-clinical sequence ولا increased enzyme accredited يعني هذول ما فيش منه اي اشي لكن بهم دائما تكونوا عارفين شو بجيني بكون صغير بالعمر تمام بكون بالعادة من افريقيا خصوصها مصر وبكل بساطة جماعة شو بتكون بكون عنده جوندس زي ما انتم شايفين شايفين الجوندس الموجود عنده هذا هو زي هيك الطفل you should suspect G6PD في كثير ناس بكون عندهم G6PD بكونوا symptomatic تمام ممكن انزيم يكون ناقص بس مش ناقص كثير symptomatic patient شو بكون هم شي تكونوا عارفين انه هو x-linked inheritance يعني ديروا بالكم الام بتنقلوا لابناءها يعني بالسؤال ما يقول لك ابو عنده نفس المشكلة ديروا بالكم والابو رح يعطي واي تمام ولكن رح تنقلوا انت عن طريق مين عن طريق الام طب هل ممكن تشوف فيميل مصابة بالG6PD نعم كيف ممكن اشوفها بالليونيزيش وعلمناك الليونيزيش وين بمحاضرة الباثولوجي خصوصا نيوترو فيلز بكل بساطة شو بكون فيها بكون فيها بدل مهيل فيميل XX واحد من الXات ببطل شغال هيك هذا طبيعي انك تلقاه فهذا هو البار بادي اللي احنا بنشوفه بنيوترو فيلز لكن جماع لما تكون كمية extensive كثيرة بكل بساطة بتضرب كمية كبيرة من خلايا الجسم هاي شو بصير زي انا عندها X1 زي زي مريض تيرر فهاي إذا معاها هي حاملة للمرض المرض بظهر عليها مباشرة فهمتوا كيف لأنه هذا مثلا بيختف الطبيعي بظل اللي فيه عليه المرض صارت زيها زي هذا الميل ليش بنصاب في X-link لأنه بس عنده X-1 تمام يا جماعة فهذا بظهر عليه المرض فهي لازم يكون عارفينها مثلا الانثة اللي عندها تيرر سيندروم بتكون قابلية إنها تنصاب بتكون عرضة إنها تنصاب مثل هاي بيقول كاتيبيك الفيميل with one affected will show the deficiency in approximately half of the red blood sense however in rare cases including double X deficiency the ratio can be much more than half يعني هنا مثلا إنه فيه ناس ما بيكون عندهم X من مرة فهم عرضة ينصاب أكثر كلها تواضي الكلام زيادة بس احنا شبهمنا تعرفوا شوه المرض بنهاية مطاف G6PD هو hemolytic anemia وكل بساط رح يصير في عندهم إيش ممكن تبلش معاهم إنه الأطفال بتعرفوا طبيعي أول ما ينولد ويكون عندهم إيش جوندس وهذا الجوندس نتيجي لأنه liver enzymes are not mature which are responsible for conjugation وبالتالي هذول الأطفال ممكن هاي الفترة لسه الجوندس يجي فوق بعض زيادة هم عندهم already جوندس جوندس زيادة من الجي 6PD فشو صير عندهم prolonged neonatal جوندس كارنكترس كارنكترس هو البليروبين لما يفوت على بلود برين بارير خصوصا أول أسبوع يعني البرين يجمع ما علي بلود برين بارير لسه ما بكون mature لغاية أسبوع لعشر أيام إذا مر البليروبين قبل هاي الأسبوع للعشر أيام صير يعمل accumulation جو الربرين وعليه المريض بجين بneurological symptoms طيب الهيموليتك أنيميا شو بتجين نتيج نتيج cause that can lead to reactive oxygen species formation such as illness infection خصوصا diabetic كيتو acidosis بصير عندهم dehydration بصير عندهم reactive oxygen species الأدوية اللي بتحتوي على الصلفة شو هي اللي هي الانتي ملاري الدراكز والبنيسيلين والأسبرين اللي عندنا مثلا على سبيل مثال certain foods معين مثل فافابين اللي هو الفول certain chemicals مثلا على سبيل المثال ممكن تساعد الرزق في هذا الإشي ممكن شو يصير معهم نتيجة للبيلي روبنس يتجمع عنا وين والهيمو جلوبين يتجمع عنا بالكيدني يعمل عنا acute tubular necrosis which can lead to acute renal failure تمام يا جماعة Latch 2 accumulation شو رح يسوي عنا رح يحول عنا الفاتي أسد ما هو خلاص ما هذا reactive oxygen species قلنا شو بيعمل إشي اسمه lipid peroxidation بيكسر عنا الممبرين بنفس الوقت بيجيب للهيمو غلوبين بيقوله تعال دحول لك لمت هيمو شو هو المت هيمو غلوبين اللي هو F E 3 وهو هنا reactive oxygen species حولنا الأoxygen من F E plus 2 ل F E plus 3 وبالتالي بيساعد على الممبرين أنه يصير هاش أكثر وأكثر وبرضه كمان كأفينيتي أنه يحمل الأoxygen شو بتكون قليل تمام يا جماعي بكل بساطة لازم كون مثلا مثلا بتقول لك والله صابة بس مثلا والله على سبيل المثال قرابة إله صار معه نفس هاي المشكلة فهمتوا يا جماعة هاي هي القضية اللي احنا لازم نكون فهمين تمام التمن now generally test will include شو راح نشوف طبعا نعمل complete blood count رتك اللي صار تلاقي مرتفع نشوف الhines bodies اللي تنسوها liver enzymes شو بكون توكسي كلود اللاكتيت دي هيدروجينيس شو راح يكون عنا مرتفع الhapto glop راح يكون عنا قليل وانتو زي ما بتعرفوا الكومب ستس شو راح يكون عنا negative because it's not immune non immune immune هي وحيدة بكون كومب positive وشو هم تتوقع وشو تلقي عندهم indirect hyper pylere opinemia حكينا الكياكلات بالباثن هاي هذي هاي الhine's bodies اللي انتو شايفين ها hine's bodies بكل بساطة راح يجين يفوت على red blood cells يتاكل شو بصير اسم bite cells يعني لما توكلها من هنا بصير اسم bite cells هذول الناس دود مين تبه للأدوية والأكل هذا لازم نحن نشيله تمام الباثن against some common pathogenes يعني مثلا بمثال hepatitis A hepatitis B لازم نعطيهم مياه لما يسير عندهم hemolysis ممكن مرات تحتاج blood transfusion اهم ايش انك تحمي الكلية دير بالك blood transfusion is important in symptomatic measures as the transfused red blood cells are not G6 deficient فبتحل لعنا المشكلة مرات تحتاج لهم نقل دم مرات ممكن الناس يستفيدوا من splenectomy حتى تقلل من extra vascular hemolysis وبتحتاج folic acid why because it is hemolytic anemia زي ما قلنا اي chronic hemolysis can lead to folic acid deficiency برضه بتحتاج antioxidant مثل vitamin E والسلينيوم هاي ذي vitamin E والسلينيوم بيحملني من reactive oxygen species لكن بنهاية المطاف يعني treatment سهل واضحة إذا كنت فهمين كأنزيم ثاني ينقص تمام ويعمل مشاكل اللي هو في عند pyrovate kinase pyrovate kinase جماعة بكل بساطة بعمل hemolytic anemia هذا pyrovate kinase طلعوا شو اللي بيعمل بكل بساطة الآن the increase 2-3 bisphosphoglycerate eases the anemia by lowering the oxygen affinity for hemoglobin بهاي الحال انت قللت pyrovate kinase اللي عندها يمشي هيك الباثوي فالباثوي بروح كل آته يعمل production لكمية عالية من 2-3 bisphosphoglycerate في نوتيبك لإذا كلينيك البيكتشر رح تجينا من سيفير هيموليس لو هيموليتي أنيميا يعني رح تجينا بصورة منصور هيموليتي أنيميا أوك يجماعة هاي اللي نحن نبني بس انتو تكونوا عارفين فقط لغير نوع المutation هي أكثر إشي يحب نشوفها وهك ممكن تجينا nonsense that affected conserved residues in structurally and functional important dominant of pyrovate kinase إذا فهمنا شو اللي صار pyrovate kinase مش قادر يكمل عن الباثوي glycolysis فال glycolysis shifted toward بكل بساطة 2-3 bisphosphoglycerate production 2-3 bisphosphoglycerate production رح يسهل الأنيمية لأنه بكل بساطة رح يقلل عنا من الأكسجين affinity for يموغلوبين تمام triose phosphate isomerase هذا مثلا واحد من الإنزيمات الممكن ينقص هذا مهم عنا في الميتابوليك باترن بصير جوار red blood cells the metabolic pattern للناس deficient بهذا الإنزيم is characterized by high level مادي اسمها dihydroxy acetone phosphate and relatively من الدكريز في الاتب هذول الناس بكون عندهم نقصان بال atb production نقصان بال atb production رح يخليهم بكل بساطة عرضة انه تتكسر عندهم red blood cells هذول الناس بكون عندهم hemolytic anemia و neurological dysfunction why because of decrease atb production في جسمهم كامل تمام يا جماعة فهي مهم من نحن عارفين فما فيش atb اكيد المريض عنده neurological symptoms والمريض بكون عنده hemolytic anemia fosfoglucose isomerase deficiency شو المبدأ هذا fosfoglucose isomerase deficiency هذا catalyzes the reversible isomerization from g6p to f6p okay glucose turn over reacts therefore only on deficiency below a very low critical residual activity بكل بساطة رح تظهر عندنا المشاكل يعني مش أول ما ينقص رح تظهر عندنا المشاكل لا لازم ينقص كثير كثير حتى تظهر عندنا المشاكل شو الconsequence بهاي الحالة رح يزداد عندنا الليفل تاع g6pd ما هنقدر نحول g6pd ل f6pd okay هذا g6pd لما يزداد بعمل انهيبشن الانزيم اسمه hexokinase بيقل عندنا 2-3 bisphosphoglycerate قليل تمام والgSH regeneration decreases وبالتالي هذا شو يؤدي رح يؤدي جماعة إلى أنه المريض يصير في عنده نوع من أنواع برضو كمال hemolytic anemia اوكي جماعة هذا واحد من الانزيم إذن انتم دائما خبوها قاعدة g6pd oxidative stress باقي الانزيمات تقريبا نتيجة decrease بالاتب production فيهم كيف دائفوسفو glycerate متase هذا مهم عنا بكل بساطة في HB ديفوسفو relation ل2-3 bisphosphoglycerate with lowering لهذا الانزيم بكل بساطة the turn over via 2-3 bisphosphoglycerate okay declines in a favor of substrate phosphorylation catalyzed by phosphoglycerate kinase and pyrovate kinase leading to change و metabolic نفس المبدأ إجماعة في عنا مشكلة بال ATP production وعليه المريض بصير عنده صورة من صور الهيمولات canimia phosphoglycerate kinase واحد من الانزيمات المهمة بالATB production طلع كيف نفس المبدأ هذا بكل بساطة ما فيش عنا ATP production رح تصير تجمع عنا اللي هو 2-3 bisphosphoglycerate and decrease بالconcentration في H بال ATP production وعليه شو بكون عنا اللي بكون عنا هذا الانزيم اللي بكون فيه هيمولاسيز نتيجي للأكسيدات تمام يا جماعة هيك بتكون انتهت هاي المحاضرة أتمنى أن تكونوا فيمتوها الله يعطيكو الف عافية اشتركوا في القناة